الله ينضب إلينا عصمة منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية مرحبا بك أستاذ عصمة في هذه الساعة على شاشة الغد بداية في ظل الضغوط المتزايدة على نيتنياهو لقبول هذه الصفقة خصوصا بعد التعديلات التي أرادتها حركة حماس هل برأيك سيوافق على هذه التعديلات؟ طبعا خير وأتحياتي لكم ومن تابعين لا من الواضح يعني من خلال التلميحات والتصريحات وأيضا بالأمس الإحاطة التي نشرت والتي يعتقد أنها من مكتب نيتنياهو ونسبت فيها مصدر مطلع على المفاوضات أن إسرائيل تلمح إلى رفض الصفقة هي قالت أو تريد أن تلك اللوم على حركة حماس وتتهمها أنها هي التي رفضت الصفقة بخلاف حركة حماس التي سلمت رد واضح ومكتوب ومنسك وفيه أبدت إيجابية وطبعا أبدت بعض الملاحظات وتصورها للحل انطلاقا من الأساس الذي بنيت عليه هذه الصفقة وهو خطاب الرئيس الأمريكي نيتنياهو لم يقدم مثلا هذا الرد للعالم يعني لم يكون ويخرج بشكل عالمي ويقول أنا مع الصفقة كل ما قيل هو نسب له على لسان مثلا وزير خارجية الأمريكية أو تحدث عنه الرئيس الأمريكي على اعتبار أن هذا مكترح إسرائيلي لكن لم يتم ولم يظهر نيتنياهو بشكل جلي ولم يتحدث عن أنه يقبل الصفقة كما عرضها الرئيس الأمريكي ولذلك أنا بنظري أن اللعبة الإسرائيلية القديمة المعروفة التي أولا تكون على إبداء الملاحظات وتحفظات وإفراغ أي مكترح من مضمونه لازمت مستمرة وأيضا تحميل اللوم للطرف الآخر من أجل الاستمرار في الحرب نحن نعلم وربما قالها أحد الزملاء أن ربما نحتاج إلى مكترح صفقة للتوسط بين نيتنياهو وبين بن كبير واسموتريش مشكلة نيتنياهو في شروطه وأيضا في اتلافه حتى لو أراد نيتنياهو وخضع لضغوط معينة أو تعرض لضغوط معينة سيجد صعوبة في تمرير الصفقة لدى اتلافه الذي أعلن بن كبير واسموتريش بشكل عالمي وصراحة أنهم سيسقطون هذا الاتلاف إذا وافق على إطلاق صراحة أسراء أو إذا وافق على عمل التبادل توقف الحرب حتى ولو مؤكد لذلك الواضح لنا جميعا أن نيتنياهو لا يريد الصفقة لا يسعى إلى جهازها وللأسف هذا يجعل الأمال تتراجع قليلا إلا في حالة واحدة إذا كان هناك الولايات المتحدة مسلحة برد المقاومة مسلحة بقرار مجلس الأمن مسلحة بالزخم الدولي مسلحة بدعم الوسطاء يقرر أن تضغط عن نيتنياهو وأن تفرض الصفقة عليه ولكن ما الذي يريده نيتنياهو في هذه الحالة يعني بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحرب على قطاع غزة والتي لم يحقق منها أي هدف من أهدافه المعلنة في بداية الحرب وما زال يواصل هذه الحرب ويطالب في استمراريتها ماذا تبقى من مكاسب لنيتنياهو كي يحققها داخل قطاع غزة هو لأنه لم يحقق أهداف الحرب يعتبر أنه لا يمكن وقفها الآن وأيضا لدى نيتنياهو ولدى اليمين خطط بعيدة المدى للضفة وهذا مهم في هذا السياق أن لا نغفل أن هناك مشروع إسرائيلي وخاصة لدى اليمين وسموترش وبينكبير تجاه الضفة عملية الاستيطان والتهويد وعملية المصادرة وملاحقة الوجود الفلسطيني والتضييق عليه مستمرة وأيضا في غزة وهذه المشاريع والتي تقوم على إجهاض القضية الفلسطينية القضاء عليها قدر الإمكان وإضعافها هي التي يسعى تنياهو من خلال هذه الحرب وتحت غطائها وغطاء استمرارها إلى تنفيذها هو عمليا باستمرار الحرب أولا يطيل أمد حكمه وحكم اليمين وهذا يتيح لهم البقاء بسدة الحكم وتنفيذ برنامجهم وهذا أولا ثانيا تحت غطاء الحرب هو يتذرع بالأعمال الكتالية وملاحقة المقاومين وغيرها من أجل إطالة أمد وجود جيشه في غزة والتدمير المنهج الذي يكون به جيشه والقتل الذي لا يستثني أحد ولا يميز بين كبير أو صغير بين رجل أو امرأة في كطاع غزة وفي الضفة وبذلك هو عمليا ينفذ أجندة اليمين القائمة على الترحيل والقائمة على الاستيطان والقائمة على السيطرة العسكرية المباشرة على الفلسطينيين ولكن كل هذا لن يفيد حكومة نيتنياهو في شيء بل سيزيد من فضح سياساتهم العنصرية والوحشية واليمينية المتطرفة صحيح هذا السلوك يكشف للعالم إجرامية ووحشية هذه الحكومة يكشف للعالم مدى الجرائم والمجازة التي ترتكبها عمليات الهدم والتدمير والقتل والتخريب حتى البنية التحتية حتى البنية الصحية حتى المقدسات والمدارج لكل شيء لذلك هو يعني عمليا لو وضع أمام خيار هذه لا يكون الفضيح وهذا الكشف بهذه الطبيعة الوحشية لجيشه وبين الخروج من الحكم هو سيختار الخيار الأول أي خيار باستثناء الخروج من الحكم يمكن لنتنياهو أن يكبل به وأن يعمل عليه لنتنياهو يعتبر أن بقائه في الحكم هو أولا فيه مصلحة شخصية ولكن أيضا فيه مصلحة لبرنامج ومشروع اليمين لذا لن يفرط التنياهو في الحكم مهما كانت الأثنان هو يخاطر بسمعة إسرائيل ومكامنتها في العالم يخاطر بحليفها الأهم الأولى المتحدة يخاطر بتفجير الصراع وتوسيعه الليلة كان هناك اغتيال في لبنان تصعيد على مدار الساعة وصواليخ وصلت إلى أطراف حيفا وإلى عكا وإلى تنتد عمليا المواجهة وتتوسع في لبنان وصلت إلى الصور وفي إسرائيل وصلت إلى أطراف حيفا ولكن هل الداخل الإسرائيلي برأيك هل الداخل الإسرائيلي برأيك سيسمح لنتنياهو بالمغامرة مغامرة بكل هذه الأمور التي أسلفت ذكرها فقط لمصلحته الشخصية يعني للأسف حتى الآن الجمهور الإسرائيلي لازالت تؤيد الحرب أو أغلبية في الجمهور الإسرائيلي وفي الاستطلاعات لازالت تؤيد الحرب صحيح أنهم لا يتكون بلنتنياهو وهذا أيضا يظهر في الاستطلاعات ولا يتكون بحكومة اليمين ويعتبرون أنها مغامرة ومتطرفة وتجر إسرائيل إلى متاهة ولكن في النهاية التعبئة التي بنيت عليها هذه الحرب هي أن هذه حرب وجودية وأن وقفها سيعني خسارة إسرائيل وهزمتها وبالتالي هذا سيشكل خطر وجودي على إسرائيل أنا أعتقد أنه ربما الآن وبعد خروج جانس تبدأ الصورة تغيرة يبدأ الجمهور يتحرك باتجاه إسقاط هذه الحكومة وبالتالي وقف هذه الحرب أو تغيير مصارها لأن هذه الحرب ليست فقط أنها مستمرة وتدمر أراضينا وشعبنا وأيضا تدمر سمعة إسرائيل في العالم أمام حلفائها لكن أيضا هذه الحرب دون أفق دون أي هدف سياسي يعني التنياهو يرفض أن يقول ماذا يريد بعد الحرب وماذا يريد أن يحقق في هذه الحرب هو يضع أهداف خيالية غير قابلة تطنيق عجزة في الشهر التاسع عن تحقيق أي منها وأصبح الكتال بحد ذاته هدف واستمرار الكتال هو هدف يتوسع باستمرار وكما كنا يعني يلحق خسائر ولكن أيضا ينطوي على مخاطر بتوسيعه إلى جبهات أخرى وطبعا الذي يدفع الثمن للأسف الشديد هو شعبنا في قطاع غزة وأهلنا وفي الضفة أيضا بالأمس ستة شهداء يعني الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني الذي يقتل وترتكب مجازل يومي